ألا لعنة الله على حوزة النجف وعلى أكاذيب حوزة النجف ألا لعنة الله على منهج حوزة النجف إنه المنهج البتري المرجئي الطوسي الشافعي المعتزلي العباسي الشيطاني الإبليسي الناصبي القذر هذه حقيقة أتباعهم لا يصدقون لا شأن لي بأتباعهم وظيفتي أن أبين الحقائق وأن أضع النقاط على الحروف وأخاطب الذين يحترمون عقولهم أنا لا أخاطب الحمير ذكروهم بالوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسماء واحد قال لي أذر على شنو مستعجب أنا شنو مستعجب قلت لنها أخر بابا ما توصل النوبة إليها قال توصل أطمئنا تركبهم يعني بش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباردة واحد من الأعلى أخذ من خمس سنو قلت لهم ديخ مش داها قلت لهم تركب يعني خلاقه أغامي شيني كما تكون خلاقا أغامي اللي جيمي قلت بغلق بكان حرفيا سنو هو أش ديخ عربيق أش ونص عباط كنا على تفاو وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عربيق قال تركب مثل ما ركب نعم وقال يدير وشيء لا مو عن المجمالية هذا هو واقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة مثل ما قلت لكم قبل قليل من أن حديثي ليس مع هؤلاء مع الديخيين حديثي مع الذين يحترمون عقوله حديثي مع الذين يهتمون لأمر دينه حديثي مع الذين يبحثون عن الحقيقة كما هي حديثي مع أولئك الذين يريدون أن يعيشوا ويموتوا على عقيدة سليمة حديثي مع الذين يريدون أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة لا شأن لي بأتباعي سقيفة بني ساعدة ولا شأن لي بأتباعي سقيفة بني طوسي لعنة الله على السقيفتين والسقيفة الثانية ألعن وأقدر وأنجس أتحدث عن سقيفة بني طوسي إلى الآن صار واضحا ما هو المراد من المحاكمة المهدوية العالمية هذه المحاكمة ليس لها من زمان معين إنما ستكون على طول الزمان في بداية نشأة الدولة المهدوية الروايات تخبرنا من أن الإمامة ستكون حروبه ثمانية أشهر لا أريد أن أتحدث عن شهور طويلة شهور قصيرة لأنني سأفتح موضوع الزمان في الحلقات القادمة فإذا كان هناك من شيء يتعلق بهذا الموضوع سأحدثكم به في موضعه المناسب له فحرب الإمام التي يقضي بها على الباطل ويؤسس النواة الأولى لدولة العدل في منطقة الظهور تستمر إلى ثمانية شهور خلال هذه المدة وحتى بعدها لكن قطعاً ستكون المحاكمة المهدوية العالمية خلال هذه المدة ستعرض الحقائق لأن الحقائق هي التي ستصنف الناس مثل ما مر علينا في واقعة نبش القبرين في المدينة حيث أن الواقعة صنفت الناس فهذه المحاكمة المهدوية العالمية هي التي ستصنف الناس وسيحكم الناس على أنفسهم بأنفسهم الإمام لا يحكم عليهم وإنما الحقائق هي التي ستحكم على الجميع وهكذا كل إنسان بعد طلاعه على الحقائق الكاملة سيحكم على نفسه بنفسه محاكمة عجيبة غريبة هذه جهاتها متنوعة جهة من جهاتها على سبيل المثال لأن المحاكمة لا تتشكل فقط من عرض صور الوقائع من مركز ذات الكون وإنما سيقوم الإمام أيضا بالمناقشة مع الأحياء الصور التي ستنقل من مركز ذاتا الكون للأحداث الماضية لكن في الزمن الذي يكون فيه الإمام موجودا بعد ظهوره الشريف الناس أحياء فلابد من مناقشتهم ولابد من إظهار الوثائق الحسية الحقيقية ومن إقامة الأدلة الحسية على صدق تلك الوثائق وهنا تأتي مواريث النبوة ودلائل الإمامة هذا العنوان الذي يتوفر كثيرا في أحاديث العترة مواريث النبوة ودلائل الإمامة كل ما كان عند الأنبياء السابقين وعند الأوصياء السابقين هو عند إمام زماننا المعجزات وسائل المعجزات كعصى موسى مثلاً الملابس الخاصة كقميص إبراهيم مثلاً الكتب السماوية الأصلية الحقيقية كالتوراة والإنجيل مثلاً وهكذا مواريث النبوة ودلائل الإمامة ستوضع في متحف مهدوي وفي عرض وثائقي وفي عرض وثائقي كي يطلع الناس على تلك الحقائق الإمام سيناقش الجميع الذين يدعون أنهم على علم في علوم الدنيا وفي علوم الدين وإلا كيف سيبسط العدل في كل مكان الروايات تقول من أن عدله سيدخل إلى جوف بيوتهم برغم آنافهم برغم آنافهم مثلما يدخل الحر والبرد الحر يدخل إلى بيوتنا برغم آنافنا والبرد كذلك عدل قائم آل محمد سيدخل إلى بيوتنا برغم آنافنا كيف يتحقق هذا ما لم تكن هناك محاكمة عالمية وفي جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات ولا بد أن تكشف الحقائق كلها ولذا في الزمن القريب من ظهوره لا بد أن تكشف بعض الحقائق أيضا أتمنى أتمنى أنا لست كذلك أتمنى أن يكون هذا الجهد الذي يبذل عبر مؤسسة القمر للثقافة والإعلام وعبر قناة القمر الفضائية أتمنى أن يكون هذا الجهد المبذول لبيان الحقائق أن يشكل مقدمة لأولئك الذين سيكشفون الحقائق قبل ظهور إمام زماننا أتمنى أن يكون هذا الأمر كما يجول بخاطر أقرأ عليكم من غيبة النعماني 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 المتوفى سنة ثلاثمية وستين للهجرة إنه من رجالي الغيبة الأولى والطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في صفحة الثانية والأربعين بعد المائتين إنه الحديث السادس والعشرون الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه بسنده بسند النعماني عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه جابر الجعفي يحدثنا يقول دخل رجل على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه إلى أن يقول الإمام وإنما سمي المهدي مهدية لماذا؟ جهة من جهات معاني هذا الاسم الشريف المعنى لا ينحصر بهذه الجهة فقط الروايات بيّنت لنا جهات أخرى وإنما سمي المهدي مهدياً لماذا؟ لأنه يهدي إلى أمر خفي سيكشف الحقائق هذه إشارة إلى جانب مهم من جوانب المحاكمة المهدوية العالمية وإنما سمي المهدي مهدياً لأنه يهدي إلى أمر خفي ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا أنطاكيا التي هي في تركيا ما بين بلاد الشام وتركيا الإمام في مواريث نبوته ودلائل إمامته مواريث النبوة ودلائل الإمامة الإمام في مواريثه ودلائله هذه يمتلك النسخة الأصل النسخة الإلهية للتوراة والنسخة الأصل النسخة الإلهية للإنجيل لكن الإمام هنا يخرج لليهود بالأدلة الحسية التي يقتنع بها الناس في زمانهم من الآثار من الآثار ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا هذا هذا جزء من التمهيد الذي قام به الممهدون السابقون من الأنبياء والأوصياء ومن أتباعهم هذه الوثائق حضرت وهيئت لقائم آل محمد ويستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكيا ويحكموا بين أهل التوراة بالتوراة يناقشهم يخرج الحقائق من دين موسى ويثبت لهم بأنهم ما هم على دين موسى ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن إشارات إلى جانب مهم إلى جانب إعلامي وعلمي وتعليمي وثقافي وتبليغي واجتماعي وديني من جوانب المحاكمة المهدوية العالمية هذه المضامين وردت في العديد من الروايات وهذه الرواية أنموذج من النماذج التي تتحدث عن هذا المضمون نذهب إلى فاصل إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب لعلي اليزدي الحائري المتوفى سنة ألف وثلاثمية وثلاثة وثلاثين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والثمانين بعد المئة إنها النسخة الثانية من خطبة البيان خطبة البيان خطبة معروفة من خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولها أكثر من نسخة الخطبة في أصلها هي من كلام أمير المؤمنين لكنها تعرضت لكثير من التحريف والتصحيف الخطبة طويلة وتجتمل على الكثير والكثير من المطالب التي لها تفريعات وتوصيفات وشؤونات كثيرة جدا هذه النسخة الثانية من خطبة البيان والكلام لا يخلو من خلل لكنني أجد أن الحقيقة موجودة وواضحة في مجمل الكلام أقرأ عليكم مما جاء في هذه الخطبة هذا هو الكلام المنقول عن أمير المؤمنين لكنه تعرض للتحريف والتصحيف ويظهر للناس من هو قائم آل محمد حديثنا عن المحاكمة المهدوية العالمية وهذه الأحاديث وهذه الخطب تشير إلى جهات من جهاتها ويظهر قائم آل محمد ويظهر للناس كتابا جديدا وهو على الكافرين صعب شديد إنهم الكافرون ببيعة الغدير من أتباع سقيفة بني ساعدة ومن أتباع سقيفة بني طوسي إنها السقيفة الألعن والأنجس والأقدر ويظهر للناس كتابا جديدا وهو على الكافرين صعب شديد يدعو الناس إلى أمر من أقر به هدي ومن أنكره غوى غوى مع الشيطان فالغاوون أتباع الشيطان إنهم أبناء البرنامج الإبليسي فالويل كل الويل لمن أنكره لمن أنكر ذلك الكتاب لمن أنكر ذلك البرنامج لمن أنكر إمام زماننا صلوات الله عليه رؤوف بالمؤمنين شديد الانتقام على الكافرين ويستدعي إلى بين يديه كبار اليهود وأحبارهم ورؤساء دين النصارى وعلماءهم ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان الفرقان هو القرآن ويحضر التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ويجادلهم على كل كتاب بمفرده يطلب منهم تأويله فهذه الكتب لها تأويل وما يعلم تأويلها إلا الله وقائم آل محمد إلا الله والراسخون في العلم ويجادلهم على كل كتاب بمفرده يطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله كيف بدلت هذه الكتب ويحكم بينهم كما أمر الله ورسوله لماذا الحديث عن رسول الله لأنه هو الرسول الأوحد وباقي الرسل ما هم إلا ممهدون ممهدون لمحمد صلى الله عليه وآله كلمة الإنجيل ماذا تعني؟ الإنجيل يعني البشارة البشارة بماذا؟ البشارة بمحمد وآل محمد هذا هو معنى الإنجيل قطعاً المسيحيون يرفضون كلامي الآن لكنني لا أتحدث عن ثقافتهم أنني أتحدث عن ثقافة العترة الطاهرة ويجادلهم على كل كتاب بمفرده يطلب منهم تأويله ويعرفهم تبديله ويحكم بينهم كما أمر الله ورسوله ثم يرجع بعد ذلك إلى هذه الأمة ويعطي شديدة الخلاف قليلة الإئتلاف وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين أما البتريون فإنه سيقضي عليهم سيقضي عليهم حينما يخرجون لحربه ما بين النجف وكربلاء الأحاديث تخبرنا بأنه لن يبقي منهم أحدا لن يبقي من البتريين أبناء الحرام أبناء الزواني أولئك المأبونون المأفونون الملعونون لن يبقي منهم أحدا لأنهم نجاسة في نجاسة في نجاسة يطهر الأرض من تلك النجاسة والقذارة يطهر أرض النجف وكربلاء منهم ألا لعنة الله عليهم العنوهم أنا أتحدث عن الذين يخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله عليه إن كانوا من المعاصرين أم كانوا من الذين سيأتون في قادم الأيام وسيدعى إليه من سائر البلاد الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين الناس ظنوا فيهم أو هم ظنوا في أنفسهم الذين ظنوا أنهم من علماء الدين وفقهاء اليقين والحكماء والمنجمين والمتفلسفين والأطباء الضالين والشيعة المذعنين فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون ويتلو عليهم بعد إقامة العدل بين الأنام وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بعد كل هذا يتضح للناس الحق وينجلي الصدق وينكشف المستور ويحصل ما في الصدور ويعلموا الدار والمصير ويظهر الحكمة الإلهية بعد إخفائها ويشرق شريعة المختار إذا أردنا أن ندقق في بلاغة هذه الكلمات فهي ضعيفة فلابد أن تكون هكذا يتضح للناس الحق وينجلي الصدق وينكشف المستور ويحصل ما في الصدور وتعلموا الدار والمصير وتظهر الحكمة الإلهية بعد إخفائها وتشرق شريعة المختار بعد ظلمائها ويظهر تأويل التنزيل إنها حقائق القرآن كما أراد الأزل القديم يهدي إلى صراط مستقيم إنه إمام زماننا يهدي إلى صراط مستقيم ويكشف الغطاء عن أعين الأثماء جاء هنا ويشيد القياس وهذا خلاف منهج العترة هذا التعبير محرف يفترض ويبيد القياس وليس يشيد القياس ويبيد القياس ويخمد نار الخناس والخناس من أسماء إبليس من أسماء الشيطان ويقرض الدولة الباطلة إنها دولة إبليس ويعطل العاطل ويفرق بين المفضول والفاضل إنه يقيم العدل فلابد أن يفرق بين المفضول والفاضل ويفرق بين المفضول والفاضل ويعرف للناس المقتول والقاتل لأن الحقائق قد ضاعت منذ زمان أبينا آدم إلى يوم الخلاص ويعرف للناس المقتول والقاتل ويترحم يفترض على الذبيح وليس عن الذبيح لكنني كما قلت لكم هذا النص تعرض لتحريف واضح ولتصحيف بين ويترحم على الذبيح ويصح الصحيح ويتكلم عن المسموم وينبه الندم يفترض من أنه ينبه على الندم يبين هذه الحقائق للناس كي تتوجه الناس إلى التوبة وإن الندم هو أساس التوبة وإن الندم هو بوابة التوبة وينبه على الندم ويظهر إليه المصون المخفي ويفتضح الخؤون وينتقم من أهل الفتوى في الدين وينتقم من أهل الفتوى في الدين في كل الأديان في كل الأديان وفي هذه الأمة بنحو خاص وفي الذين يقولون إننا من شيعة العترة بنحو أخاص وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون يصدرون الفتوى من دون علم يستندون إلى ظنون فاسدة إلى علم رجال وعلم أصول إلى ترهات شيطانية جاءوا بها من نواصبي وأعدائي العترة الطاهرة وينتقم من أهل الفتوى في الدين لما لا يعلمون فتعسى لهم ولأتباعهم أكان الدين ناقصاً فتمموه أم كان به عوج فقوموه أم الناس هموا بالخلاف فأطاعوه فأطاعوا رسول الله أم أمرهم بالصواب فعصوه أم وهم المختار فيما أحي إليه فذكروه نفسه وكروه كلمات الأمير صلوات الله وسلامه عليه في يقول هذا السياق إلى أن يقول فكم من ولي جحدوا يتحدث عن سقيفة بني ساعدة وما تفرع عنها فكم من ولي جحدوا وكم وصي ضيعوا وحق أنكرو ومؤمن شردوا إلى آخر ما تحدث به أمير المؤمنين في خطبة البيان إنها النسخة الثانية التي قرأت عليكم منها سأنقلكم إلى نص يعطينا الصورة الكاملة للمضامين التي تحدث عنها أمير المؤمنين فكم من ولي جحدوه إنها سقيفة بني ساعدة وكم وصي ضيعوه وحق أنكروه سأخذكم إلى قنوة أمير المؤمنين في صلاته إنه دعاء صنمي قريش والمراد من صنمي قريش في ثقافة العترة الطاهرة أبو بكر وعمر هذا ما هو كلامي؟ أنا لا أعبأ بما يقوله أنا لا أعبأ بما يقوله أتباع السقيفة بني طوسي السقيفة اللعينة النجسة القذرة إنما أحدثكم حديث العترة ما هو حديثي؟ تلك مشكلتكم تريدون أن تقبلوا حديث العترة تريدون أن ترفضوا حديث العترة تريدون أن تستفزئوا بحديث العترة تلك هي مشكلتكم ما هي بمشكلتي؟ فهذا الكلام ما هو بكلامي؟ وإنما أنا ناقل ومحدث أحدث بحديث العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل